السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء سنة تانية عدادي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نبدأ المراجعة. النص القرآني تبارك الله احسن الخلقين. وقلنا النص ده مهم جدا بيجي كتير في الامتحان وده حفظ. نص الفلاح وده حفظ. العلم واجب. دراسة. الفرق ما بين الحفظ والدراسة ان انت مطالب بكل حاجة. بالمعينة ومواطن الجمال والاسئلة وكل حاجة. في الدراسة ما بتحفظش النص. مش هيجي يقولك يعني هات من النص ما يدل على هذا المعنى. انما النصوص الحفظ لازم تكون حافظ النص. ممكن يجي لك سؤال يقولك هات من النص ما يدل على هذا المعنى. لازم تبقى حافظه. اول نص نص الفلاح للشاعر محمد الهراوي. وده شاعر مصري ولد بالشرقية عام الف تمامية خمسة وتمانين. وهو الرائد الحقيقي لمسرح الطفل في الوطن العربي وتوفيها عام الف تسعمية تسعة وتلاتين. الشاعر محمد الهراوي بيتكلم في النص ده بعنوان الفلاح. بيتكلم على لسان الفلاح بيتغنى الشاعر بامجاد الفلاح. بيقول على لسانه انا بقى افتخر بان انا فلاح وبافتخر بان انا مصري. بقى اكون باعمال عظيمة. بقى اكشف كنوز مصر بحول الارض لدهب. الارض اللي بتنتج لنا كل اللي بنحتاج له من اكل وشرب ولبس. وبيتعهد بيقول لنا ان انا هانهض ببلدي. هاحفز عليها. هاسلمها للاجيال القادمة قوية عزيزة. فاول بيت بيفخر بانه فلاح. انا الفلاح. بيفخر بكون فلاح. في مصر بيفخر بانه بانتماء لمصر. وبيفخر باعماله العظيمة بانه بيحول تراب مصر لدهب. ارد ترابها. بيحول الارض لطبر يعني دهب. وطبر دي نكرة للتعظيم. وهنا بيشبه الارض بعد ما اتزارعت بالدهب. وبيقول لنا ان هو بيخلي الارض القفر اللي هي الارض المهجورة التي لا نبات فيها بيخليها جنة خضراء. فبيزول الفقر وبيعم الرخاء. ولا فقرا. يعني ما بيكونش في حاجة ولا عوز. فلا تبقي يدي قفرا. هنا بيقول ان هو بيحول الارض القفر. الارض المهجورة بواديها بوادي النيل بمصر. بيحولها الارض مأهولة ومسكونة. بيخليها ارض زراعية. فبيكون النتيجة ان بيزول الفقر وبيعم الرخاء. ولا فقرا. الحاجة والعوز. وعكسها الغينة والثراء. وهنا قفرا وفقرا بينهما اقاع موسيقي. وقفرا وفقرا دي ناكرة للعموم والشمول. وبيفخر باعماله. بيقول لنا ان هو بيزرع اشجار النخيل اللي احنا بناخد منها اجود انواع البلح. فمن نخلي لكم رطب. بناخد من النخل البلح الرطب. وهنا هتلاقي في الابياد دكتيرياء المتكلم بتفيد الفخر والاعتزاز. ومن كارمي. الكارمي اللي هو شجرة العنب. بناخد العنب. يبقى من النخل بناخد الرطب. ومن شجر الكارمي ومن شجرة العنب بناخد العنب. ومن الحاقل بناخد القصب. والقطن بيدخل في صناعة الغزل والنسيج. وبيصدر للخارج. فبيجلب لنا اليسر. بيسهم في زيادة الدخل القومي. اليسر اللي هو الخير السهولة. وعكسها العسر. وهنا بيشبه القطن بانسان هيجب لنا الخير وهيحضره. وهنا العطف بيفيد التنوع. وبيقول لنا كمان ان هو بيربي الاغنام اللي احنا بناخد منها الصوف. علشان نصنع الملابس بانواعها المختلفة. وبيرب البقر اللي احنا بناخد منها السمن. ومن غنمي. الغنم اللي هي الماعز. بناخد منها. ومن غنمي لكم عهن. اللي هو الصوف. وبناخد من البقر ومن بقري لكم سمن. وبناخد من البقر اللي هو بيربيها الفلاح. بناخد منها السمن. والغنم دي جامع. تفيد الكاسرة. والبقر جامع. تفيد الكاسرة. وكمان بيقول لنا ان هو بيربي الطيور. اللي احنا بننتفع بفوائدها الكثيرة. من اللحم. لحم الطيور. والبيض. وغير ذلك. وبيقول لنا انا لا اتفاخر. لا امنه عليكم بكل هزيه الفوائد. وفي طايري. الطايري. ولا من مش بتفاخر. المن اللي هو التباهي والتفاخر. وعكسات تواضع. ده اسلوب نفي. بيدل على اخلاص الفلاح في العطاء. بيقول لنا ان بيقدم لنا منافع جمة. جمة يعني كثيرة. منافع جمتهم اخرى. وده بيأكد على كثرة المنافع اللي بيقدمها لنا الفلاح. ومنافع دي جامع بتفيد الكثرة. ونكر بتفيد العموم والشمول لكثرة المنافع اللي بيقدمها لنا. وبيقول لنا بيتعهد ان هو هيعمل نهضة كبرى في مصر في مجال الزراعة. بيقول انا هنمي الزراعة. سانميها. هزودها. هنا بيدل على رغبته في تنمية الزراعة. وبيقول لنا السين. سانميها. بتدل على المستقبل القريب. هينميها مستخدما كل الوسائل المتاحة. سواء اذا كانت وسائل قديمة طبيعية زي الماشية. او وسائل حديثة صناعية زي الالات المعدات. وهنا زراعات جامعة تفيد الكثرة. الات جامعة تفيد الكثرة. وبيقول لنا كمان ان هو هيعمل نقابات للفلاحين تحفظ لهم حقوقهم. وهيكتهد علشان البلد تتقدم. وهيكسر من نقابات. وانهض نهضة. ده اسلوب مؤكد بالمفعول المطلق. انهض نهضة. بيدل على اخلاص الفلاح. بيقول ان هو هيتقدم بهذه البلد. هينهض بيها نهضة كبرى. بيدل على علو وعظمة هذه النهضة. وفي البيت اللي بعد كده بيقول لنا ان هو هيحافظ على مصر. هيحافظ على هذا الوادي الذي ورسه عن ابائه واجدادي. واحفظ هقصون هاحمي الوادي البلد وادي النيل. لانه طراص مراس ابي واجدادي. وهنا بيشبه الوادي بيشبه مصر بالمراس اللي بيرسه الانسان. وده بيدل على اعتزاز الفلاح بارض وتمسك بها. وبيقول لنا في الاخر. واسلمه لأولادي. انا هسلم البلد دي. عايز اسلمها لأولادي. يكون البلد عزيزا وسائدا وحرا. هيسلم البلد لابنائه يكون قوي. عزيزا يعني قويا وعكسها زليلا. ويكون سائدا يعني سيدا وعظيما وعكسها خاضعا وزليلا. ويكون حرا يعني عزيزا متحررا وعكسها محتلا. وهنا بيشبه طبعا مصر بيشبه الوادي بانسان عزيز وسائد وحر. وهنا بيشبه الوادي ووادي النيل بالامانة اللي هيسلمها لأولاده. وهنا الكلمات دي ناكرة تفيد تعظيم. يبقى ده اول نص من النصص الاختياري. والنص التاني بعنوان العلم مواجب للشاعر جميل صدق الزهاوي. بيكلمنا عن اهمية العلم. الشاعر جميل صدق الزهاوي ده شاعر عراقي. ولد عام الف تمامية تلاتة وستين. ومنح وسام الاستحقاق. ومن تلامزة الشاعر محمود سامي البرودي. وتوفيه عام الف تسعمية ستة وتلاتين ميلادية. بيكلمنا الشاعر عن فضل العلم في حياة الانسان. ان العلم بينور للانسان طريقه. بيخفف عنه اعباء الحياة. بيوسع له ابواب التجارة والرزق. بيصلح تفكيره. وبيرغبنا بيحببنا في طلب العلم لانه ضرورة ملحة. في البيت الاول بيقول لنا العلم نور. بيشبه العلم بالنور. اللي بيضيء للانسان طريق حياتي. وبيحقق له كل طلباته. يبقى بيشبه العلم بمفتاح للمطالب. يبقى اول حاجة العلم بينور للانسان طريقه. بيزيل ظلام الجهل. وبيساعده ان يحقق امانيه ومطالبه. انما الجهل اشبه بالظلام. بيشبه الجهل بالظلام. بيدل على اخطورته. بيقول لنا ان الظلام بيحف الانسان. يحف يعني يحوطه. بيحوطه من كل جانب. وهنا بيدل على احاطة الجهل بصاحبه. وهنا البتين عكس بعض بينهما تضاد. العلم بينور للانسان طريقه. انما الجهل شبه الظلام اللي بيحيط بصاحبه. بيجعله يتخبط في حياته فيضل بيتوه فيضل الطريق. ومن فوائد العلم برضو ان العلم بيرفع عن الانسان اثقال الحياة الكتيرة. تعب الحياة. بيساعده. وهنا بيشبه العلم بشخص يريح الاخرين من متعبهم الثقيلة. بيساعدهم في تحمل هموم الحياة. من ثقل المتاعب. وثقل يعني حمل. والمتاعب اللي هي مشقات الحياة. وبيشبه المتاعب بالحمل التقيل اللي هيساعدك العلم في انه يشيلها عنك. ومن فوائد العلم كمان ان بيخفف عليك المصائب. بيساعدك على تحمل مصائب الحياة وانك تتجاوزها. في العلم تخفيف. تأسير. تسهيل. لما يعرو يعني يصيب الحياة من النوائب من المصائب. وهنا بيشبه الحياة بشخص مريض. بشخص مصاب. مصاب بالايه? بالنوائب. يبقى بيشبه النوائب بالمرض. وفين الدواء? العلم. بيشبه العلم بالدواء اللي هيخفف لك المصائب اللي هتقابلك في الحياة. وبيقولنا برضو من فوائد العلم ان بيوسع لك ابواب التجارة والرزق. في العلم توسيع لابواب التجارة. بيدل على اثر العلم ان وبيزود لك الرزق. وابواب التجارة بيشبه التجارة ببيت او بمدينة لها باب. التجارة والمكاسب ده هنا العطف بيفيد الترغيب في العلم. والمكاسب اللي هي الارباح. ومن فوائد برضو العلم بيساعدك على اصلاح المفاسد. بيصلح افكارك. بيهديك للامان. بيزيل عنك الجهل والخرافات. في العلم اصلاح المفاسد بيصلح افكارك الفاسدة. وده بيدل على اثر العلم في الاصلاح وتهزيب الافكار. وهنا المفاسد يعني الاضرار. وبيصلح العقائد اللي هي افكارك. والمزاهب اللي هي الأراء وهنا المفاسد والعقائد والمذاب دو الجامع بيفيد الكاثرة وهنا العطف بيفيد التنوع وأثر العلم في إصلاح الناس وتهزيب أفكارهم وكلمة إصلاح وكلمة المفاسد بينهما تضاد يوضح المعنى وبيقول لنا برضو في الآخر أنا مش هقدر أنا لا أستطيع ذكر كل فضائل العلم لأنها كتير لكثرتها وتنوعها أنا لا أوفي مش هقدر أكمل وأتم أقول لكم على كل فوائد العلم مال العلم من غرر المناقب ده هنا بيشبه المناقب بخيل له غرة والغرة دي البياض اللي بيكون في مقدمة الجبهة والمناقب يقصد بها هنا الفضائل مش هقدر أقول لكم على كل الفضائل والمناقب دي جامعة وفي دي الكاثرة وهنا بيشبه المناقب بخيول مش هقدر أقول لكم على كل فوائد العلم بس اللي أقدر أقول لكم عليه إن العلم ده في إجماع من كل البشر إن نتائجه محمودة نهايته كويسة يا قوم إسلوب نداء للتنبيه والاستمالة إن العلم إسلوب مؤكد بإن بالإجماع يعني بالاتفاق محمود العواقب محمود يعني طيب العواقب يعني النهايات النتائج نهايته كويسة وبيطلب من الناس إن هما يقبلوا على طلب العلم فطلب العلم واجب يعني فرض يعني لازم يعني ضروري إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب هنا التكرار للتأكيد على أهمية العلم إن العلم أسلوب مؤكد بإن بيدل على أهمية العلم في حياتنا إحنا عارفين إن النص تبارك الله أحسن الخالقين ده من سورة الأنعام وهنا الآيات بتبين لنا إعجاز خلق الله ودلاء القدرته إن ربنا قادر على كل شيء ومنها إن ربنا شق الحب والنواية علشان يطلع منها الزرع وشقلنا الضياء من الظلام بيطلع لنا النور من الظلمة وهو اللي خلق النجوم علشان تهدي الناس وخلق البشر جميعا من أصل واحد اللي هو سيدنا آدم ونزل المطر ليخرج به النبات فعلينا الواجب علينا إن إحنا نتأمل في خلق الله وفي قدرة ربنا علشان يزيد إيماننا وإمتثالنا وننفذ لأوامر ربنا فأول آية ربنا بيقول إن الله فالق الحب والنوا يعني فالق؟ يعني شاق فالق الحباية يعني شقها نصين فالق يعني شاق يقصد بها إن ربنا هو اللي خلق الحب وخلق النوا دي من مظاهر من دلائل إعجاز خلق الله من دلائل قدرته هو اللي شق الحب والنوا وده أسلوب مؤكد بإن إن الله أسلوب مؤكد بإن ليه شق الحب وشق النوا علشان يطلع لنا النباتات شق الحباية ليخرج منها الزرع فالحباية كانت ميتة بيخرج لنا منها الحي اللي هو النبات يبقى بيخرج الحي اللي هو النبات من الميت اللي هو النوا والحي والميت بينهم وطاد وكمان بيطلع لنا الميت تاني اللي هو النواه تاني بيطلعها تاني من الحي من النبات مرة تانية يبقى النواه الميتة بيطلع لنا منها الحي اللي هو النخلة وبيطلع لنا تاني من النخلة النوى تاني اللي هو الميت يبقى بيخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ده ربنا دي قدرته وبيسألنا فأنا تقفكون إزاي تصرفون عن الحق وده أسلوب استفهام غرضه التعجب والاستنكار بيستنكر بيقول ده قدرة ربنا إزاي بتبعده عن طريق ربنا إزاي بتبعده عن الحق وإزاي بتشركه بالله ده كمان من دلائل ربنا إنه هو خلق الإصباح فالق يعني شق برضو الصبح يقصد يقول لنا إنه هو اللي بيطلع لنا من الضلمة بيطلع لنا النهار وهنا بيشبه لنا برضو الصبح بالنواة اللي بتشك برضو بيدل على قدرة ربنا وجعل لنا الليل ساكن بيشبه الليل بالساكن بنستريح فيه كل دي من مظاهر قدرة ربنا وهو اللي خلاء الشمس وخلاء القمر اللي اتنين حسبانا يعني بحساب وتدبير بيتحركوا بحساب دقيق علشان الإنسان يعرف من خلالهم من خلال الشمس والقمر الزمن مواقية العبادات اليوم بيبدأ امتى وبينتهي امتى وبداية الشهر وانهايته والصيام والأعياد كل ده من خلال الشمس والقمر حسبانا بحساب وتدبير وسيلة لحساب الزمن ذلك تقدير تدبير وتنظيم العزيز العليم كل ده بيدل على قدرة ربنا وعظمة الخالق وأي كلمتين عكس بعض نقوله بينهما تضاد الإصباح والليل تضاد الشمس والقمر تضاد تضاد أفره في المعنى يقوّل معنى ويوضحه والآية اللي بعد كده بيقولنا ان ربنا برضو من مظاهر قدرته ان هو خلق لنا النجوم خلقها ليه؟ وده اسلوب مؤكد بتقديم الجر والمجرور الذي جعل النجوم لكم فجاب لكم الجر والمجرور الأول فبنقوله اسلوب مؤكد وسيلته تقديم الجر والمجرور خلق ليه النجوم؟ لتهتادوا اللام دي لم التعليل يبقى تعليل للقابله علشان ترشد الناس في الصفر لما كانوا بيسافروا في البر أو البحر في ظلام الليل النجوم دي اللي كانت بتهديهم بترشدهم بيتعرفوا من خلالها الاتجاهات الشمال والجنوب والشارق والغرب كل ده ربنا بيبيلنا دلائل قدرته ورحمته علشان يتفكر فيها من يعلمون ويستفيدوا بعلمهم قد فصلنا الآيات اللي هي الأدلة فصلناها يعني بيناها ووضحناها والآيات دي جامعة بتفيد الكاسرة لقوم يعلمون يتفكروا فيها ويستفيدوا بعلمهم وده اسلوب مؤكد بقد قد فصلنا وكمان من دلائل قدرة ربنا انه هو خلق البشر جميعا من شخص واحد من أصل واحد اللي هو سيدنا آدم عليه السلام وجعل استقرار الناس في الدنيا كما جعل مستودع الناس في الكبور الناس كلها استقرارها في الدنيا ونهايتها في الكبور مستقر ومستودع بينهم وطاد يؤكد المعنى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة بيدل على قدرة الله قد فصلنا اسلوب مؤكد بقد بيقولنا ان ده دليل واضح على قدرة ربنا لمن يفكرون ويدركون يفقهون يعني يفهمون ويدركون ويعقلون والآية اللي بعد كده بيقولنا برضو من مظاهر قدرة ربنا انه هو بينزل لنا المطر من السماء انزل من السماء ماءا وبيخرج لنا نباتة كل شي نباتات بقى النباتات المختلفة مثل الايه النبات الاخضر اللين اللي بيخرج منه الحب المتراكب الحب اللي فوق بعضه زي سنابل القمح وبيخرج لنا الناخل واللي بيخرج بقى عن الناخل من العناقيد المتدلية المحملة بالبلح والحضائق الأعناب والزيتون والرمان يبقى عندنا نباتات مختلفة بسبب المطر قلنا اولها النباتة الاخضر اللي بيخرج منه الحب المتراكب يعني متراكم الكتير زي سنابل القمح وقلنا الناخل من طلعها الطلع اللي هو الظهرة بداية البلح اول حاجة بتخرج من صمرة الناخل ده اسمه الطلع بيطلع لنا من الطلع ده القنوان العناقيد الناخل ومفردها قنوة ودانية العناقيد دانية يعني قريبة متدلية وكمان من المطر بيخرج لنا جنات حضائق من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغيرا متشابه في منها اللي هو شبه بعضه وفي منها المختلف وهنا العطف بيدل على تنوع وكثرة نعم الله وفي آخر الآية بيأمرنا في اختام الآية بإننا ننظر ونتأمل في مراحل نمو هذه الصمار من أول خروجها ابتداء من خروجها إلى نجها لحد ما تنضج وتكون ناضيجة ليه؟ نتأمل لنأخذ العبرة والعيزة علشان نشكر ربنا على نعمه الكثيرة انظروا إلى ثمر اسلوب أمر للحس والنصحة والإرشاد دعوة للتأمل لمعرفة قدرة الله من أول بداية الثمر إلى نضجه يا نعيه وعكسان نيئه لأن ذا فيه دلائل فيه آيات لقوم يؤمنون يبقى هنا في الآيات دي ربنا بيذكرنا بدلائل قدرته علشان يزداد إيماننا به وامتسالنا لأوامره الدرس الثاني بعنوان اختراعات عربية وبيقول لنا أن العرب هم اللي صنعوا الحضارة والحقيقة دي اللي بيؤكدها التاريخ وبدأ العرب النهضة العلمية إمتى؟ منذ القرن الثاني الهجري وإيه العلوم اللي شملتها تلك النهضة؟ الفلك والهندسة والطب والفيزياء والكيميا وغيرها مما سبقوا به العالم وبيقول لنا أن العرب أول من حاولوا الطيران محاولة الطيران اللي قام بيها الشاعر الفلك الموسيقي عباس ابن فرناس دي كانت أول محاولة للطيران حاول يخترع مكين الطيران في سنة 852 ميلادية وقام بالقفز من فوق منارة الجامعة الكبير في مدينة كرطوبة بالأندلس كان بيستخدم قطعة قماش تشبه المظلة الآن وبرضو نبغ وتفوق العرب في الطب والجراحة عندنا علماء وأطباء كانت المؤلفات بتاعتهم بتدرس في أوروبا قرون ومنهم أول واحد ابن سينة عمل إيه ابن سينة؟ إيه أهم إنجازات ابن سينة؟ نقوله درس عديدا من الأمراض قام بتشريح العين له الصبك في الحقن بالقبر تحت الجلد العلاج بالموسيقى وقالف كتاب اسمه القانون في الطب وبرضو غير ابن سينة عندنا الرازي وبرضو الرازي صاحب كتاب الحاوي قلف كتاب اسمه الحاوي وبرضو كان في الطب والعرب برضو اخترعوا الأدوات والمعدات الجراحية عندنا قلنا ابن سينة والرازي عندنا الزهراوي برضو في الطب اخترع لوحده أكتر من 200 أداء للجراحة في القرن العشر الميلادي وقسم الأدوات دي المجموعات بعضها لجراحة الصدر وبعضها لجراحة البطن وهكذا يبقى يعرفنا برضو إنجازات العرب في مجال الطب والجراحة وبرضو عندنا عالم البحار ابن ماجد كان له الفضل في اختراع أول إبرة جالسة على سن اللي هي البصلة علشان تتخرج من غير الحاجة إلى وعاء الماء لأن البصلة دي كانت في البداية إبرة مغناطيسية وبحكي الإبرة على المغناطيس ووضعها فوق إناء فيه ماء بتطفو على عدين من الخشب وبتتاجه نحو الشمال فجه العالم ابن ماجد هو اللي اخترع أول إبرة جالسة على سن علشان تتخرج من غير الحاجة للماء دي كان له الصابق في اختراع البصلة وإيه اللي دفع العرب الاختراع البصلة؟ ركوب البحار وتعدد الرحلات البحرية في المحوط الهندي والبحر المتوسط وبسبب كسرة السحب والغيوم وانعدام الرؤية كانوا بحاجة للبصلة ليتعرفوا على الاتجاهات وبرضو العرب كان لهم الصابق في أبحاث الضوء نعرف برضو إنجازات ابن الهيسم في مجال الضوء من أهم إنجازات اكتشاف الخزانة ذات الصقب التي يمكن اعتبارها الخطوة الأولى لاختراع الكاميرا وابن الهيسم من عباقرة العرب ظهروا في القرن العاشر الميلادي في البصرة في العراق ونزل مصر وعاش فيها وعندنا برضو أبو ريحان البيروني أثبت إن سرعة الضوء يمكن قياسها بسرعة الصوت وده فتح الباب فيما بعد لاختراع أشعة الليزر يعني ابن الهيسم اختراع الكاميرا وابو ريحان البيروني اختراع أشعة الليزر وبرضو عندنا من العرب حديثا ليلة عبد المنعم وده صاحبة ميت اختراع معاصر 2003 ميلادية وبتعتبر هي أول مخترع عربية تحصل على وسامة الاستحقاك من مؤتمر جلوبال للاختراعات الحديثة اللي بيعقد في بريطانيا في العاصمة البريطانية لندن ليه؟ لاختراعاتها اللي بتزيد عن ميت اختراع زي هي اخترعت اللي ليلة عبد المنعم حوائط التيومين والحديد المنصاهر المقاومة للزلازل والصواريخ والصالحة لكل الأبنية على اختلافها ومواصر المياه والصرف الصح المقاومة للتأكل وجهاز قياس اجهاد القلب الرياضيا أكتر من ميت اختراع لليلة عبد المنعم وبيقولك أنت كمان تقدر تخترع أنت أيضا مخترع الاختراع لا يرتبط بمرخلة عمرية وفي اختراعات كتير انبثقت من عقول الأطفال يعني نتجة عن عقول الأطفال المثال الأول في طفل عربي عنده 12 سنة اخترع ساعة تعليمية وجهاز هاتف بيخدم زوالي احتياجات الخاصة ومثال تاني في مجموعة من الأطفال اخترعوا مكتبة صغيرة على شكل إنسان آلي مستخدمين سنديء الحلوة القديمة وعلب المياه الغازية ووضعوها في آخر الفصل وانت كمان تقدر تكون مخترع كيف تكون مخترع كل ما عليك أن تبدأ بفتح أفاق عقلك ازبح بخيالك فكر في حلول لأي مشكلة قابلك بالتفكير هتقدر تحل أي مشكلة وهتقدر تكون مخترع الدرس الثالث بعنوان عالم من ذهب من العالم ده؟ الدكتور مصطفى السيد العالم المصري المولد والناشئة لم يهتم بجمال الذهب والفضة والرونك والجمال واللمعان ولم تفتح شهياته القيمة العالية للكنزة والحيازة ما اهتمش بجمال الذهب والفضة ما اهتمش بجمع الذهب أو امتلاك الذهب والفضة طب اهتم بإيه؟ اهتم بالخصائص الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائق الذهب والفضة هي دي اللي أثارت فضوله بحثا واستقصاء ودراسة في إطار ما يطلق عليه النانو تكنولوجي والعكوف على التطبيقات الواعدة في عدة مجالات ونجح الدكتور مصطفى السيد بمساعدة الفريق اللي هو بيقوده في مدينة أطلنطا الأمريكية انه يتوصل لأول مرة لشفاء سرطان الجلد بنسبة 100% على الحيوانات باستخدام الذهب والفضة قطبان ذهب أو فضة بس صغيرة جدا استطاع باستخدام قطبان الذهب والفضة رصد الخلايا السرطانية والالتصاق بها وبعد كده إطلاق شعاع ليزر منخفض الطاقة على القطبان دي فتكتسب حرارة كافية تتلف الخلايا الشريرة يعالج السرطان ونجح في إطلاف الخلايا الشريرة من غير ما يمس الخلايا السليمة في الجسم ودي آلية تعد الأولى من نوعها في العالم فبيعالج السرطان بالذهب فالقطبان دي قطبان الذهب والفضة بتستهدف خلايا السرطان الخبيثة بيمكنها رصد أي ورن بالجلد فبتتجمع دقائق الدهب دي النانوية الصغيرة جدا دي علشان تشكل طبقة مضيئة على جسم الخلية المريضة فلما بيجي يشوفها تحت المجهر بيشوف الدهب بس بينما لا ترى الخلايا السليمة لأن الدهب بيلتصق بالخلايا المصابة فقط فبتظهر الدهب ده بيظهر كأنه كوكبة مضيئة وسط جسم معتل فبيقدر يسلط عليها شعاع الليزر المرء منخفض الطاقة ده على هذه الدقائق على الدهب فبتتحول لحرارة بامتصاص الليزر فبتقدر أن هي تزيب الخلية السرطانية ونقدر طبعا نلاحظ الفرق بين الخلية السليمة والخلية المريضة لأن الخلية المريضة بتظهر دقائق الدهب تحت المجهر مضيئة وسط مجال معتم وده بيعني قدرة انطقائية بيقدر يختار كويس جدا ويفرق ما بين الخلية السليمة والخلية السرطانية وبالطريقة دي بيقدر يعالج السرطان بالدهب واللي يتابع مسيرة الدكتور مصطفى السيد هيلاقي ان الدكتور مصطفى السيد لم يتوصل لاختراعه بسهولة لان مسيرته كانت حافلة بالعمل الجاد الدقوب اثمر العديد من البحوث والاوراق العلمية اللي عدت 500 مطبوعة ونالي العديد من الجوائز عبر مسيرته لحد ما وصل في النهاية لرئاسة وقيادة معمل دينماكيات الليزر وبدأ مسيرته بالتخرج من كلية العلوب جمعت عين شمس سنة 1953 ميلادية ودي الفترة اللي اتكلم عنها وقال انها زرعت فيه اسس الطموح العلمي اللي غرصوا فيه اسادزة مصريون عظام ونالي العديد من الجوائز خصل على قلادة العلوم الوطنية الامريكية ودي بتعد بتعتبر ارفع الاوسمة الامريكية في العلوم خدها ليه القلادة دي عرفانا اعترافا بانجازاته في مجال النانو تكنولوجي يعني النانو تكنولوجي يعني التكنولوجيا الدقيقة متناهية الصغر المعروفة باسم النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا تكنولوجيا النانو في علاج السرطان وحصل برضو على جائزة الملك فيصل العالمية من السعودية وحصل على العديد من الجوائز الاكاديمية العلمية من مؤسسات عديدة وتولى على مدار اكتر من عشرين سنة رئاسة تحرير مجلة علوم الكيميا والطبيعة ودي من اهم المجلات العلمية في العالم فالدكتور مصطفى السيد عالج السرطان بالذهب فبالطريقة دي هو اعطى للذهب والفضة قيمة اعلى مما يعطيها الناس لهم لان الناس بيهتموا بالذهب بالتختم بالخواتم والزينة وقديما اهتم الشعراء برونك وبريق وجمال الدهب انما مصطفى السيد استخدمه في شفاء مرض السرطان فكيف تقدر قيمتهما؟ اديهم قيمة اعلى وطبعا مصطفى السيد لم ينسى وطنه بل انه كان بيعمل على ان يفيد مرض السرطان في مصر من اختراعه ومش بس مصر اللي هتستفيد مصر وامريكا والعالم كله هيستفيد من مجهود هذا العالم المصر العظيم الدكتور مصطفى السيد تعالوا بقى نتكلم عن الفرق ما بين تمييز كامل استفهمية وكمل خبرية كامل استفهمية بيكون اخرها علامة استفهام والخبرية بيكون اخر الاسلوب علامة تعجب بس ممكن اصلا في الامتحان يحزف اصلا علامة التركيم فبرضو اعرف ازاي كامل استفهمية بيسأل بها عن العدد ومحتاج الجواب انما كامل خبرية بيخبر عن الكسرة ومش محتاجة الجواب برضو اقدر اعرفها ازاي تمييز كامل استفهمية بيكون مفرد منصوب يعني لما اقول لك كام طالبا في الفصل حتى لو علامة الاستفهم مش موجودة طالما مفرد منصوب يبقى كام هنا استفهمية وطالبا بعريبها تمييز تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة انما لو جال في الامتحان وقال لي كام طالب يبقى دي مش منصوبة عرفت ازاي ان الالف بتاع التنوين مش موجود يبقى دي مش منصوبة يبقى دي مش كامل استفهمية دي كامل خبرية لان كامل خبرية تمييزها بيكون مفرد ومجرور وممكن يكون جامع وجامعة مجرور يعني لو مفرد مجرور او جامعة مجرور تبقى كام هنا خبرية وبعرب طالب او طلاب تمييز كام مجرور هنا مجرور تمييز مجرور وعلامة جر الكسر انما في كامل الاستفهمية تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة في حاجة تانية نقدر نفرق بيها برضو ما بين كامل استفهمية وكامل خبرية ايوة وفي حاجة مهمة جدا كامل استفهمية بيدخل عليها حرف جار يعني بيجي قبل كام حرف جار يعني لو لقيت قبل كام حرف جار زي دي كده مثلا بكم جنيهن اشتريت الكتاب يبقى هنا دي كام على طول استفهمية ايه ده ده جنيهن مجهورة مش منصوبة ايوة لو دخل على كام حرف الجار يجوز النصب ويجوز الجار يعني يجوز ان انا اقول بكم جنيهن واعربها تمييز مجرور ويجوز ان انا اقول بكم جنيهن واعربها تمييز منصوب طب ايه الصح؟ اللي اتنين صح هنا جائز النصب يعني التمييز هنا يجوز ان هو يكون منصوب او يكون مجرور بس لازم يكون برضو مفرد وكامل خبرية بيدخل على تمييزها مش عليها بقى على تمييزها حرف جار لما اجي اقول كم من طالب اه في مين اهي طالما جيه حرف جار قبل التمييز يبقى على طول خبرية وطالب اعريبها ايه؟ خلي بالك عشان بنغلط هنا طالب مش اسمه مجرور طالب دي تمييز كم وتمييز مجرور وعلامة جار الكاسرة وممكن يجي برضو تمييز جامعة يقولك كم من طلاب يعني مفرد او جامعة لو تمييز كم جيه قبله حرف الجار يبقى على طول كم هنا خبرية وبيعرب تمييز مجرور مثال اخير لما اجي اقولك عن كم معلم درست النح هنا كم نوعها ايه؟ هتقول لي اصلا اخرها علامة استفهام نشيل علامة الاستفهام هتقول لي قبل كم حرف جار برافو طالما كم قبلها حرف جار تبقى استفهامية طيب معلم لو قالك اكتبها بكل واجه ممكن نقول له معلم دي يجوز فيها النصب ينفع اقول عن كم معلم واعريبها تمييز مجرور وينفع اقول عن كم معلما ونعريبها تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة وبكده برضو يبقى احنا عرفنا الفرق ما بين كامل استفهامية وكامل خبرية الدرس اللي بعد كده المجرد والمزيد من الافعال من الفعل المجرد والمزيد بيكون في الفعل يعني لما اجي اقولك هاتف فعل مجرد ما تجيبش اسم مجرد او مزيد بيكون في الافعال يعني مجرد يعني كل حروفه اصلية الفعل حروفه اصلية ما اقدرش استغنى عن اي حرف من حروف الفعل انما المزيد بيكون فيه حروف زيادة على الفعل اقدر استغنى عنها وخلي بالك قبل ما اقول الفعل ده مجرد او مزيد لازم اتأكد انه ماضي اجيب الماضي الاول وبعد كده اقول هو مجرد ولا مزيد المجرد ممكن يقولك هاتلفعل مجرد وبين نوعه ايه انواعه يا سلاسي يا رباعي يعني سلاسي يعني من تلت حروف زي خرجا ده فعل مجرد ولا مزيد اتأكد انه ماضي خرجا فيه حروف اقدر استغنى عنها لا يبقى ده مجرد ومن تلت حروف يبقى مجرد سلاسي وكاتبا ده مجرد سلاسي مادة ده الحرفين لا تلاتة الميم والدال والدال الحرف المشدد بيبقى عبارة عن حرفين الاول ساكن والتاني متحرك يعني ميم ودال عليها سكون ودال عليها فتحة يبقى مادة ده برضو سلاسي طيب طالب ده مجرد ولا مزيد لا ده اسمه اصلا ركز بقى المجرد والمزيد بيكون في الافعال طيب ضح رجاء اول حاجة الفعل ده ماضي اه ضح رجاء ده ماضي فيه حروف اقدر استغنى عنها لا مفيش كل الحروف اصلية يبقى ده مجرد ومن اربع حروف يبقى مجرد رباعي وزيها زلزلة برضو مجرد رباعي طم انا برضو مجرد ومجرد رباعي خلي بالك الفعل الماضي هو الاساس في الحكم على الفعل المجرد والمزيد لازم اجيب الماضي قبل ما اقوله ومجرد او مزيد وقبل ما تجيب حروف الزيادة لازم تجيب الماضي الاول المزيد بقى واحنا عندنا الفعل بعد الزيادة اصلا ما بيزيدش عن ستة حروف يعني السلاسي هيكون مزيد ياب حرف ياب اتنين ياب تلاتة والرباعي هيكون مزيد بحرف او اتنين سلاسي مزيد بحرف او بحرفين او بثلاث احرف لان احنا ما عندناش فعل بعد الزيادة اكتر من ستة حروف الفعل اللي قدامنا ده فه همة ده مجرد ولا مزيد هلاقي هنا فه همة اقدر استغنى عن الشدة دي وقول فهمة يبقى هنا في حرف زيادة اللي هو الشدة الها يبقى ده فهمة وزيادة الشدة يبقى ده سلاسي مزيد بحرف طيب انشأها الماضي برضو هي ماضي طيب في حرف اقدر استغنى عنها ايوه اقدر استغنى عن الهمزة وقول نشأ يبقى ده سلاسي مزيد بحرف طيب قاتل اتأكد برضو انه ماضي في حرف اقدر استغنى عنها الالف وقول قاتل يبقى ده سلاسي ومزيد بحرف طيب لما اجا اقول لك اشترك ده ماضي وفي حرفين اقدر استغنى عنهم الالف والتا يبقى ده سلاسي ومزيد بحرفين تحرر ايوه ده برضو ماضي ومزيد التاء والشدة. احنا قلنا الشدة دي حرف. لان طالما الحرف مشدد بيبقى عبارة عن حرفين. يبقى برضو سلاسي ومزيد بحرفين. طيب لما اجا اقول ان كسرة. الماضي هي ماضي. في حرفين اقدر استغنى عنهم. واقول كسرة. يبقى عندي ده سلاسي اللي هو كسرة. ومزيد بحرفين اللي هما الالف والنون. طيب لما اجا اقول لك استخرجة. ده سلاسي اللي هو خرجة. وفيه تلت حروف زيادة. الالف والسين والتاء. استصلحة. استغفرة. الالف والسين والتاء. دول زيادة على الفعل السلاسي. بنقول مزيد بسلاسة احرف. واحنا قلنا ان حروف الزيادة ما بتزدش عن تلت حروف. لان الفعل بعد الزيادة ما بيزدش عن ستة حروف. وخلي بالك لو الفعل فيه ضمير? او الفعل مضارع وبيبدأ بحروف المضارعة اللي هي انيته? او تاء التأنيس? كل ده مش تبع حروف الزيادة. لا تعتبر حروف زيادة. يعني لو قلت كتبتو او كتبو ده مجرد ولا مزيد? اه دي كتبة وفيها الضمير. لا الضمير ده مش حرف زيادة. ده مجرد. وحروف المضارعة اللي هي تكتب. ما احنا قلنا اصلا لازم نجيب الماضي. اللي هو كتبة. يبقى التاق دي من حروف المضارعة دي اصلا مش حروف زيادة. يعني تكتب ده مجرد. وكتبت تاق التأنيس ده اهو كتبت بس تاء التأنيس برضو لا تعتبر من حروف الزيادة كتبت برضو مجرد يبقى خلي بالك لو الفعل فيه ضمير لو الفعل بيبدأ بحرف من حروف المضارعة اللي هي انيته اللي هي اكتب نكتب يكتب تكتب بنختصرها في كلمة انيته او الفعل في تاء التأنيس دي لا تعتبر حروف زيادة واحنا قلنا حروف الزيادة ما بتزيدش عن تلات حروف الفعل السلاسي لا يقبل اكثر من تلات حروف وحروف الزيادة بنختصرها في كلمة سألتمونيها يبقى اي حروف زيادة هتلاقيها في الكلمة دي سألتمونيها او لو الكلمة صعبة عليك احفظ هناء وتسليم دي حروف الزيادة اللي بتلاقيها في الفعل طيب لو الفعل ده مزيد رباعي هيكون مزيد بحرف او بحرفين مزيد بحرف زي ضحرجة ضحرجة دي مجرد ولا مزيد ضحرجة لا ما فيش حروف اقدر استغنى عنها ده مجرد طيب لو قلت لك تدحرجة هو ماضي الاول ايوا ماضي يبقى التاق دي حرف زيادة يبقى ده فاعل رباعي مزيد بحرف هتقول لي يا مستر احنا لسه قيلين دلوقت ان حروف المضارعة انيتو لا تعتبر حروف زيادة ايوا برافو انت صح انت مركز بس لما يكون الفعل ده مضارع انما تدحرجة ده ماضي يبقى التاق دي حرف من حروف الزيادة يبقى الفعل ده رباعي مزيد بحرف طيب لو قلت لك طم انا هتقول لي لا طم انا دي مجرد ما فيهاش حرف زيادة طم انا ده مجرد ورباعي هقول لك برافو طيب لو قلت لك اطمأنا خطيت الهمزة وحطيت شدة على النون يبقى هنا مزيد بحرفين الهمزة والشدة النون التانية يبقى اطمأنا ده فاعل رباعي مزيد بحرفين يبقى احنا كده برضو راجعنا على المجرد والمزيد من الافعاد اضغط لايك للفيديو وشاير الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا بتمنى كون ادير تفيدكم ولو بجزء بسيط لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته